في الدولار بالفايدة ومستفيدين بالفايدة للوعاء الاخر اللي هو الملازل الامن وهو الذهب ازيادة التوترات بينبق بان الذهب ممكن يسجل ارقام قياسية في الوقت القادم على قدوم سنة 24 العام الجديد هاني بيا حاج بتقول عام الجديد هسجل ارقام تاريخية الذهب يعني بعض المحللين او العديد من المحللين بيسيروا الى ان ممكن الذهب يسجل ارقام قياسية في العام الجديد بسبب ايه ازيادة التوتر او استمراره وعدم يعني وصول الاقتصاديات مريحة على مستوى العالم بالاضافة للحركة العكسية اللي هتبتدي واعلن عنها الفيدرالي اللي هو خلاص السياسة اللي رفعت الفايدة نعم دي هتنتهي ويبتدي في الانخفاض تدريجية نعم وده كله بيعزل فرصة الدهب في الازياد على المستوى العالم طيب هل النهاردة الاسعار عندنا النهاردة في مصر ايه واحد اتنين اربعة وليل المفاجئات النهاردة الحقيقة في موجة شرائية تحوطية حصلة في الاسواق ويجابها في الناحية التانية عدم عرض مبيعات يعني ما فيش حد بيبيع او المعروض بما معناه المعروض من الذهب للبيع قليل جدا وبالتالي بقى فيه ضغط على عمليات الشرائية وهي اللي دفعت الاسعار انها ترتفع النهاردة واليومين اللي فاتوا بصفة خاصة وصل كام النهاردة لجنيه الجنيه زي ما حضرتك عشر تتخطى لخمسة عشرين الف جنيه ده رقم تاريخي بالتأكيد بالتأكيد يانهربنا رقم ما شاهدناهش من قبل ويعني الله اعلم بقى ممكن نسمع ارقام تانية قياسية ممكن اكتر من كده وارد الدهب علمنا ان هو ملهوز تأخف الارتفاعات يعني ما نقدرس نقول الرقم ده ده اقصى حاجة ممكن يسجلها لا هو ممكن يسجل ارقام عالية ممكن ينخفض عاديها بنسبة ما ولكن دايما ملهوز حدود خصوصا وانه هو تجل 2147 دولار للوقية الاسبوع الماضي ورجع خفض تاني وبالتالي هو رقم غير محددة على الاطلاق الواحد وعشرين كام النهاردة جرام الواحد وعشرين بيتراوح ما بين الثلاث تلاف مية وخمسين الثلاث تلاف مية وسبعين ده اللي حصل عليه لتداول النهاردة ده كان النهاردة يعني عروسة كان بتتجاوز بيهم بتجيب الشمكة بالثلاث تلاف دي حقيقة مش جرام طبعا الموضوع يعني غير مسبوق والارقام الزاحب يعني صعبة شوية طيب الزيادة نتيجة للاعياد بداية رأس السنة عياد الميلاد ولا نتيجة ايضا للناس عندها فلوس فبيتاخد فلوس اللي عندها ديت اأمن حاجة لها الدهب لا هو النمط الترائي نمط تحوطي في الاغلب اكتر منه مناسبات او اكتر منه حلي